أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أبنائي وأحبائي طلاب الصف الثالث الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتمنى من الله القدير أن يحفظنا وإياكم مكافة المسلمين ويبعد عنا وعنكم كل شر وداء وسوء ومرض وجبن وكيد وحسد ويصرف عنا وعنكم شر المرض والجنون والجذام وسيء الأسقام ويعيدنا إلى مدارسنا سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين إنه على كل شيء قدير كنا قد انتهينا من تلاوة سورة المنافقون ونبدأ اليوم بتلاوة سورة الجمعة إن شاء الله وأتمنى عليكم الانتباه إلى لفظ أحكام المد بالألف والمد بالوا والمد باليا وأحكام الميم الساكنة والتنوين وأحكام النون الساكنة التي ترد أثناء تلاوتنا في بعض الكلمات والآيات لكي يتسنى لكم تلاوة الآيات بشكل جيد يجب الانتباه والاستماع وإعادة التلاوة عدة مرات ونبدأ الآن التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم إذن نقف عند الآية الثالثة من سورة الجمعة وأتمنى عليكم إعادة تلاوة الآيات بشكل جيد والانتباه إلى ما ورد فيها من أحكام كي يتسنى لكم تلاوة الآيات بشكل جيد وسليم يجب إعادة التلاوة عدة مرات جعله الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات أهلينا وأهليكم وكافة المسلمين وبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونعيد الآن تلاوة الآيات إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم إذن نكون بذلك قد وصلنا إلى الآية الثالثة أتمنى على جميع طلاب الصف الثالث إعادة تلاوة الآيات بشكل جيد كي يتسنى لكم الاستماع إلى الأحكام التي كانت قد وردت بها وإعادة تلاوتها بشكل جيد وسليم وأسأل الله العظيم رب العاشي الكريم أن ينفع الله بنا وبكم الإسلام والمسلمين ويجعلنا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته من العاملين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته